نبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا وسيد رئيس عبدالفتاح السيسي تابع إمبارح الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية في مقدمة هذه المشروعات العاصمة الإدارية الجديدة خاصة الحي الدبلوماسي ومقر المنظمات الدولية وكان فيه إمبارح ثلاث توجيهات للسيد الرئيس أولها أنه يتم إنشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة عالميا ويكون إحدى الأيقونات المتميزة للحي الدبلوماسي وكمان وجه سيادته بأنه يتم تطوير وترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خاصة أضرحة السيدة نفيسة وسيدة زينب وسيدنا الحسين وكل المرافق المحيطة بهم والتوجيه الثالث كان بخصوص تطوير مجمع الورش الحرفية في منطقة الدوئة وتوسيع عرض الطرق الداخلية علشان يستوعب حركة العربيات ويكون في سيولة مرورية هناك اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب إيها بلفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء دكتور أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام والجرانيت والمهندس أحمد فايز استشاري مشروع مسجد مصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الانشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة خاصة الحياة الدبلوماسية ومقر المنظمات الدولية كما تم عرض الموقف التنفيذي لكل من القيادة الاستراتيجية ومحطات الوقود المتكاملة فضلا عن مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة المقتنية بدار القرآن الكريم وكذلك المخطط العام الاستراتيجي للمركز الدولي للمعارض وقد وجه السيد الرئيس بإنشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة الأمم المتحدة وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة عالميا وليصبح إحدى الأيقونات المتميزة للحي الدبلوماسي بجانب مقار السفارات والأحياء السكنية الدبلوماسية والتي سيتوفر لها كافة المنشآت الخدمية والطرفيهية والمتنزهات والحبائق والمدارس الدولية ودور العبادة كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية خاصة مشروعات الطرق والمحاور بما فيها تطوير طريق الإسماعيلية الزراعية شرق طرعة الإسماعيلية من الطريق الدائرية حتى الطريق الدائرية الأوسطية إلى جانب الموقف التنفيذي لمحور منفلوت في الصعيد والذي سيمثل أحد المحاور الجديدة المهمة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور ضمن منظومة المحاور العرضية المتكاملة التي تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل كما تم استعرض سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خاصة أضرحة السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين حيث وجه السيد الرئيس بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية تماشيا مع الطبع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع كما تم عرض الموقف التنفيذي لتطوير مجمع الورش الحرفية في منطقة الدويقة حيث وجه السيد الرئيس بمراعاة توسيع عرض الطرق الداخلية داخل المجمع لاستيعاب حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية فضلا عن زيادة الوحدات المخصصة بالمنطقة السكنية للمجمع اشتركوا في القناة